من الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرح المرسلين نواصل شابتر ثري نشوف اليوم المقطع الثالث نشوف الهيت كوندكشن سلندر منتسفير الهيت ترانسفر ثلو ثلو بايب كان بي مودلد از استيدي وان دايميشنل استيدي قلنا نعم عدتت درجة حرارة هنا ما ترتبط نهاية بالزمن الان دايميشنل لش؟ لانو تنبراتر الفايب دبند اون دايميشن درجة حرارة البايب هذه تعتمد على دايميشن واحد وايش هو اللي هو الراجل دايميشن الار دايميشن فقط لاحظ كميت هيت ترانسفر المنتقلة تنتقل بس باتجاه اللي هو الراجل هذه ممكن نقول انها زي long cylindrical pipe مثل البيب طويلة جدا نقول الطول تبعها هذا نعتبره طويل او في حالة كمان اللي هو spherical container في حالة الحويات اللي تكون على الشكل container اللي تكون على شكل سفير a long cylindrical pipe or spherical shell with specified inner and outer surface temperature T1 and T2 inner هذه السيلندر درجة حرارة السطح الداخلي لها عند R1 اللي هي T1 اما عند R2 اللي هو السطح الخارج اللي هي نقول درجة حرارة T2 يعني نجيب Fourier low بنسبة هو نفس اللي كان عندنا هناك لكن هنا بس نحب DR بدل DX نجيب هنا DR لكن لاحظ المرة الماضية في plane wall كان A constant أما هنا لا هنا ما هو constant هنا هو مساحة السطحية لهذه السيلندر من داخل أو من خارج ولذلك هو له قيمة وهي معروفة لأي هنا اللي هي 2 pi R في L هذا اللي هي مساحة السطحية للسيلندر الداخلي ينقل واحد والخارج ينقل اثني R1 أو R2 إذن حيكون هنا عندي 2 pi R L إذن لما نجي نكامل الطرفين حنكامل من R1 إلى R2 لكن لاحظ هنا المتغير الموجود عندنا هنا دي R على R اللي هو واحد على R هذي تكامل اللي هو Log بعدين حيجي عندك Log R2 Log R2 minus Log R1 صح اللي هي Log R2 مقسمة على R1 مباشرة بعدين هنا نكامل من T1 إلى T2 لـ Delta T لكن الكي هذه ثابتة إذن القانون بعد ما عوضنا هنا عطانا هذا القانون اللي هو هذا لكن نحن قلنا إيش Q Dot هذه اللي هي كمية الحرارة المتقلة من داخل السلندر إلى خارجها اللي هي نقول نعطيها اللي هو زي current T I وهنا هذه زي Delta V اللي هو Voltage Delta T وبالتالي علشان نجيب resistance تبع هذا plane هذا الwall الموجود عندي هنا كيف نجيب صار عندي T1 minus T2 على R cylinder سل R cylinder نقسم على هنا بس اللي هو Log R2 على R1 نقسم على 2 Pi L K طب بنسبة للسفير بنسبة للسفير حيجينا بهذا الشكل طب ليش اختلفوا لأن المساحة نحن كنا في cylinder قلنا أن المساحة تساوي 2 Pi R L في السفير لا في الكورو لا المساحة تختلف ولذلك اختلف العلاقة هذه في النهاية ثان من resistance network for cylinder لاحظ هنا عندي هذه cylinder في عندي network ايش يعني network اكثر من fluid flow هنا عندي fluid flow داخل cylinder وبعدين هنا conduction وبعدين في الخارج عندي ايش في عندي fluid flow للخارج لدرجة حرارة infinity 2 وهي heat convection تبعه h2 وهنا للداخل عندي h1 طب الq dot هذا اللي حتمر من الداخل من h1 الى h2 هتكون ايش هتكون تساوي درجة الحرارة الداخلية التي هي t infinity 1 الى t infinity 2 لكن هنا هنقسم على r total هذه زيدها هذه زيدها 2 pi r2 l لأنها عند صدح الخارج بالنسبة للسفير لاحظ نحن هذي هذي as عند r1 وهذه as r2 ما تكلمنا عن conduction لأن هذا جبناه من شوية هذي جبناه من شوية اللي هو conduction اللي هو تبع cylinder شوية نحن نحن نقدر نجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته